الموضوع ابن سيناء والمريض يحكى إن رجلاً أصيب بحالة نفسية غريبة فامتنع من تناول الطعام وأخذت حالته تزداد سوءاً حتى توهم إنه تحول إلى بقرة فراح يخور قائلاً اذبحوني واطعموا الناس من لحمه ولما عجز الأطباء عن معالجته ويأسوا من شفائه لجأ أهله إلى الطبيب ابن سيناء وهو طبيب وفيلسوف مشهور فذهب إلى بيت الرجل المريض ومعه عدد من مساعديه ووقف في رتهة البيت شاهراً سكينة ثم صاح قائلاً أين هذه البقرة التي تريدون ذبحها فلما سمع الرجل المريض كلام الطبيب اغطبط وخار بصوت مرتفع وهرول نحوه فأشار ابن سيناء إلى مساعديه فقيدوا الرجل وطرحوه أرضاً وأخذ ابن سيناء يفحصه ويجس جسمه بطرف السكين ثم قال إن هذه البقرة نحيفة هزيلة الجسم لا تصلح غداءً لأحدٍ فأعلفوها حتى تقتنز لحماً وشحماً وعندئذ نحضر نحضر لذبحها ومن الغريب إن الرجل بدأ منذ ذلك اليوم يتناول الطعام وكان أهله يدوسون له فيه أدوية أدوية أحضرها لهم ابن سيناء فأخذت صحته تتحسن شيئاً فشيئاً حتى برئ من مرضه وشكراً جزيلاً لحسن الإصغاء يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكتابة التعليقات وأتمنى لكم عزائي الطلبة النجاح والموفقية ترجمة نانسي قنقر